إسراء روكا بلوغر مصرية اسمها ترند على المنصات المختلفة بعد وفاتها بحادث سير مأسوي إسراء البالغة من العمر 28 عاماً كانت تقود سيارتها على أعلى جسر الحرافيين شرق القاهرة حين انحرفت السيارة وفقدت السيطرة عليها وسقطت من ارتفاع 10 أمتار تقريباً العناية الإلهية منعت سقوط السيارة على أي سيارة أخرى أو المارين ووصل الإسعاف والسلطات فوراً للتحقيق ونقلت الإسعاف إسراء للمستشبه حيث لفظت أنفاسها الأخيرة والتقارير تحدثت عن كسور في الجمجمة أدى إلى الوفاة وتسلم أهلها الجثمان لدفره نهالت الدعوات والتعازي بطبيعة الحال لأهل إسراء لكن لاحظ أيضاً جواد المنصات اختفاء كل مقاطع إسراء من حساباتها وقيل إن أهلها أقدموا على مسح كل المقاطع بعد وفاتها وفي تفعلكم وصلنا لحساباتها فعلاً ووجدنا كل ما كان منشوراً على إنستغرام أنه تم بالفعل مسحه وكذلك على تيك توك لأن مقاطع التعزي القليلة وتشيع الجثمان الراحلة منذ ساعات بقيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر